لنقل جهات الاتصال من جهاز الذي يدعم نظام IOS الى هاتف الاندرويد سوف نتبع نفس الخطوات السابقة ولكن الاختلاف هو ان ايكوني جهات الاتصال على جهاز IOS موجودة على الصفحة الرئيسية كما نرى نقوم بالضغط على كونتاكت وهي جهات الاتصال وسوف تظهر لنا جميع الاسماء والارقام المسجلة على الهاتف نقوم باختيار الاسماء التي نريد ارسالها والضغط على ارسال وسوف يتم استلام الاسماء بكل سهولة وسرعة والان ولاجادة الملفات التي تم ارسالها نقوم بالضغط على ايكونة المستلمة وسوف نجد في ايكونة المستلمة جميع الملفات التي تم استلامها وارسالها والان سوف نتعرف على كيفية ارسال الصور من جهاز iPhone الى جهاز Android سوف نقوم بالضغط على ايكونة الصور ونقوم باختيار الملف الذي نريد ارسال الصور منه ونقوم بالضغط على الصور التي نريد ارسالها ونقوم بالضغط على ارسال ولارسال المقاطع الصوتية نقوم بالضغط على الاغاني في الصفحة على الصفحة الرئيسية نقوم بالضغط على ايكونة الاغاني او المقاطع الصوتية ونقوم باختيار مقطع او عدة مقاطع الصوتية نريد ارسالها ونقوم بالضغط على ارسال ونقوم بالضغط على ارسال وسوف نجد انه جاري تحميل الملفات الاغين ولنقل الفيديوهات سوف نسهب الى ايفونة الفيديوهات سوف نقوم بالضغط على ارسال العرض الملفات المستلمة او المرسلة نقوم بالضغط على ايكونة الملفات المرسل والمستلمة وسوف نجد انه جاري تحميل الملفات هنا ايضا نتكون بتحت على هستوري ملاكت انه جاري تحت الملاك شكرا لكم وانا اتمنى ان كنت قد استفدتم من هذا الفيديو واذا كان لديكم اي استفسارات او تعليق يمكنكم مرسالتنا شكرا